بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى حلقة السبت دايماً بتبقى حلقة السعادة لأننا بنتكلم مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم اللي دخلين على بيت السعادة دوار السعادة، دار السعادة، اللي هي الزواج أو قاعدين في بيت السعادة وعايزين سعادتهم تستمر وعشان كده دايماً بنكلم سواء المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد حياتهم الزوجية وإحنا ما زلنا بنتكلم على مهارات حددنا ليه اسم مهارات التجديد الزواجي النهاردة هنتكلم على مهارة مهمة جدا 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 من المهارات الزوجية مهارة بتخلينا دايما ندخل في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مهارة بتخلي حياتنا كلها مليئة بالنعم مهارة بنستثمر فيها أنا يوم جديد على عمل كشهيد فاغتنمني المهارة دي مهمة جدا جدا مهارة بتخلينا حسين طول الوقت إن احنا في مدد ربنا وخاصة البيوت البيوت هي أكتر حاجة مليانة مدد من ربنا واجعل بينكم مؤدة ورحمة طب نعمل إيه عشان نستثمر ده ونبقى فعلا عايشين في البيت وحسين بمدد ربنا عندنا مهارة جديدة اسمها مهارة صناعة الزكريات ما تستعجلش صناعة الزكريات مش للناس المترفين مهارة صناعة الزكريات تعالوا نتكلم عنها ونعرف إن مهارة صناعة الزكريات ده مش وقت معين مهارة صناعة الزكريات هي مهارة دائما في حياتنا الزوجية فالذكريات بنعملها بشكل دائم مش عشان بعد الموت أنا آسف يعني أنا أنا بدايق جدا جدا من الناس اللي دايما لما هم بيفكروا في الذكريات يفكروا ما بعد الموت لا مهارة صناعة الزكريات بنعملها طول ما احنا ماشيين في حياتنا مش عشان بعد الموت لكن عشان نعيش مع بعض نحيا مع بعض بتخلي الزوجين حاسين إن الحياة ممكن تبقى مليانة في كل جنباتها سعادة وده من الممكن وده من الحاجات اللي بتخلي الزوجين حاسين بالثقة بالثقة بماذا؟ الثقة بالحيات زوجية كمان بتحسسهم بحاجة مهمة جدا عارفين بتحسسهم بايه؟ بتحسسهم كمان بإن هم بينضجوا كل ما بيصنعوا الذكريات كل ما بينضجوا كل ما بيحسوا إن هم أحسن عارفين صناعة الذكريات كمان بيحسسهم بايه؟ بتحسسهم أن هم قادرين يعبروا عن حبهم وقادرين يخلوا كل واحد منهم يعيش الحلم اللي كان ينتظروا في الزواج صناعة الزكريات دي هبة من الله سبحانه وتعالى بتخلي الناس حسين أن ربنا دايما نظر لهم باللطف والجمال والرحمة والمهارة دي بالذات بتتحول لأسلوب حياة فطول الوقت احنا المفروض يكون عندنا المهارة دي وما تبقاش حاجة خاصة بالمناسبات بس لأن الإنسان اللي دايما بيحب يصنع الزكريات زوجته بتقول عنه أنه حد مختلف حد إيه؟ حد مختلف حد هي بتقوله فيك حاجة كده بتفرحني وكل حاجة بيعملها بطريقة مختلفة وتلاقيها دايما بتستنى أي حدث يحصل في حياته معشان تشوفه هيعمل إيه إيه ده؟ مين الراجل اللي زوجته منتظرة أنه هيعمل إيه ده؟ وهو بيجي في المعاد عارف أنت؟ الشخص اللي هو دايما بيصنع الزكريات بيجي في المعاد فلما ييجي في المعاد بتحس أن حياته فعلا الجواز ده مكان للسعادة وهو فعلا بيجي ويفرحها عشان كده احنا محتاجين نكون بنتلكك عشان نصنع الزكريات كلمة بنتلكك هنا معناها الإلحاح والإصرار مش معناها أن احنا بنعمل حاجات أي حاجات لا احنا بنعمل زيك احنا سميناها مهارة بتتعمل بمهارة بتخلي حياتنا جميلة عشان لازم نستنى نجاح حد من الأولاد عشان نحتفل لا احنا ممكن نحتفل بحاجات كتيرة في حياتنا ممكن نصنع الزكريات مش بس في أوقات النجاح لكن ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا جدا ولا لازم نستنى نجاح الزوج في عمله أو أعياد الميلاد أو المواسم صناعة الزكريات ده أسلوب حياة صناعة الزكريات ده أحد المفاتيح السحرية في الحياة عشان تتجدد الحياة بتبقى حلوة بصناعة الزكريات ممكن تبقى مثلا لما الزوجة تعمل أكلة كانت صعبة عليها فالزوج يلم الأولاد ويحتفلوا بيها اه والله اه والله بالجازة المستوى ويشجعوها ولو الزوج مثلا حتى غير اللامبة المحروقة ممكن الزوج تحتفل بيه فيه ناس كتيرة بيحتفلوا بزوجاتهم لما يعملوا حاجة كانوا خايفين منها إن هم يقربوا من قطة هم كانوا خايفين منها أو إن هم يعملوا حاجة كل ده صعيح حاجات بسيطة بس إيه اللي بيحصل لو عملناها زكرة الحاجات دي بتنجح في إسعاد الأسر كلها فأبسط الحاجات بينجح فيها الأولاد ممكن تبقى كمان فرصة للاحتفال حتى لو كان الاحتفال بالولد عشان خلص أكلة لطيفة أو عارف يلبس في دومه لوحده أنت بتعرفش الزكرة على فكرة تروح تعمل إيه في قلب أي حد في الأسرة ممكن الزكرة دي تفضل هي المعنى اللي خلت الولد دوت حاسس إن البيت جميل حاسس إن بيت سعيد ده اللي خلت الزوجة تحس إن لسه فيه أمل ولسه فيه مساحات واسعة في البيت ويحسوا بالوسع ويحسوا بالدفع في البيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق السيدة عائشة عشان يصنع لها ذكريات جميلة فسبقها وهي صغيرة في السن فسبقته وسبقها تاني عمل سبق بينه وبينها لما كبرت وزاد وزنها فسبقها صلى الله عليه وسلم شوف بقى حضرت النبي يعلمنا دي ذكرة فقال لها هذه يعني إن أنا سبقتك دي بتلك فكرة لما سبقتيني زمان لما كنت صغيرة وكان لسه ما سمنتش شوية يعني بيقول لها أنا فاكر ذكرياتنا مع بعض الجميلة وإزاي إحنا كنا مع بعض بنسعد بعض طول الوقت البيت يا سادة مش بس الذكرى إنك تحتفل لكن الذكرى كمان إن أنت ترسم معنى جميل في قلب الناس مش لازم نزيط مش لازم نرفع الصد بالضحك ولا لكن نرسم معنى نبحث عن معنى الذكرى بالأساس مش زيطة الذكرى معنى نحتفظ به مع بعض في قلوبنا البعض فبأبسط الأشياء بيكون البيت مليان بالمحبة والدفع من معنى وأهله بيكونوا دايما متجمعين متربطين فبالتالي محدش بيحتاج يعوض دور حد عن طريق الاحتواء البديل خارج الأسر ولا بيحصل خرص زواجي في الأسر ولا الخمول ولا الكسل الزواجي وأقول لكم حاجة صناعة الذكريات الجميلة والاحتفال بأبسط الأحداث مش بيكون بإننا نشتري هدايا ولا أكل كتير ده ممكن يحصل بمجرد أن احنا نغني مع بعض سوا أو نحيي حد مننا عمل حاجة كويسة أو نسأل بعض سؤال عينينا فيها تمنل مع بحاجة جميلة أنت أول مرة شفتني حسيت بإيه يقول لها حسيت بإن الدنيا مش سيعاني عارفة أول مرة أنا شفتك فيها حسيت إن ربنا سبحانه وتعالى جمعنا مع بعض وخليكي فاكرة أن أنا أقولت لك الكلام ده النهاردة عشان النهاردة كنت محتاجي أن أنا أقوله لك أنت مش متصور ممكن أن يحصل في قلبها إيه وقوله للناس يحسن يا سلام أو نكتبله أو نكتبله كلنا في ورقة قدي إحنا بفرحانين بيه نقول لأبونا كده وتجمع الأولاد كلها وتكتبله ونعمل بطرمان السعادة نجيب حاجة ونكتب فيها كل الكلام الجميل ده ونكتب عليه التاريخ ويبقى التاريخ ده ميلاد جديد للأسرة دي ممكن يعيشوا فيه ونعلق كمان حاجات كتيرة في البيت ونكتب عليها التاريخ وتبقى ديه ذكرات سعيدة وممكن في يوم الأيام لما نحس إن احنا محتاجين نطبطب على بعض نقوله فاكر الكلام ده كتبناه يوم إيه الاحتفالات والذكرات الحلوة مش محتاجة تكاليف بالمناسبة بس محتاجة قلوب عايزة تفرح لازم نتعود إن احنا فعلا نفعل حبنا للحياة حبنا النعمة ربنا سبحانه وتعالى حبنا للأسرة دي ونعمة الجواز وحبت النبي علمنا إزاي نشارك الزوجة في فرحتها وإزاي نسعدها فالسيد عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم أنظر إلى لعبهم يبقى الرسول الله عليه وسلم عمل إيه خلي السيد عائشة أكيد السيد عائشة حكت الكلام ده بعد ما حصل الموقف ده بس هي مش ناس يا ده لحظة النبي عمل لها الذكرى سعيدة اسمها يوم لعب الأحباش يوم حبيبي حبي يفرحن الله وهتفضل فكرة اليوم ده عشان كده مهم جدا أن الزوج يتعلم أنه هو يشارك أهل بيته في فرحته مش يبقى الشخص اللي بيخافوا منه ولا يخافوا ويفرحوا أقصاده لازم هو اللي يجلب الفرحة دي يعني لازم يدخل عليهم الفرحة وإذا ما كانوش مبسوطين يبسطوا لما ييجوا يضحك معاهم ويشاركهم ده هقولكم أول حاجة تخلي المهارة دي عندنا مهمة جدا جدا المهارة دي مهمة جدا عشان نطلع من عندنا شريط اسمه الشريط الطفولة الطبيعية وإذلك إلا حاصل لازم الواحد فينا أنا دايما بقول للناس لما بيجي أدربهم في المقبلين على الزواج عندي كده الأصول العشرة في حسن العشر الأصل الأخير في العشرة بالمناسبة هو أصل بيتعلق بدا بقول للأزواجي كن بالغا في الأزمة لما تكون في أزمة خليك بالغ بس إلا حاصل وطفلا في الأفراح وفي الأوقات التي تريد أن تصنع فيها السعادة يعني وقت الأزمة لازم تشتغل بشريط البالغ لكن بقى وقت الفرح اتعامل بشريط الطفولة الطبيعية وكمان لو عايز تفرح حد زعلان يا سلام أنا عارف أن فيه ناس كتيرة فكرين لأزواجهم وناس كتيرة فكرين لزواجاتهم أن في لحظة الغم والهم اللي كانت عندهم نصنعونهم ذكرة اسمها ذكرة المسندة بالابتسامة والطبطبة والتخفيف وعشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تغني به الأنصار يوم أبو عاث قالت وليستها بمغنيتين مش هما مغنيتين يعني فقال أبو بكر أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن لكل قوم عيدة وهذا عيدنا يعني سيبهم يا أبو بكر يفرحوا السيدة عائشة فاكرة ده فاكرة كويس الكلام ده وفاكرة إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ولازم ناخد بالنا إن ما يبقاش هدفنا توسيق الحدث بالصور آه هنا بقى في حاجة مهمة قوي في فرق من صناعة الزكريات والبلوة اللي احنا عايشينا الأيام دي اللي هي بلوة ايه الفرق بين صناعة الزكريات وصناعة اللقطة احنا عايزين نصنع المعنى نصنع القرب من بعض لازم نقرب من بعض حتى وما تسورناش بالله عليكم ما تزعلوش لو إن كنتوا عملتوا ذكرى حلوة وما سورتواش مش أهم حاجة اللقطة أهم حاجة ماذا؟ أهم حاجة مش اللقطة أهم حاجة النبضة النبضة اللي في القلب اللي بيكون فيها الذكرى مكتوبة وتفضل النبضة دي في أوقات ما احنا مكتئبين وزعلنين تفضل النبضة دي تنبط في قلوبنا فتخلي البيت يتملي سعادة وهنا وعشان كده الزكرة اللي في القلب هي اللي احنا لازم نتم بيها مش نتم باللقطة اللي بتبقى في عنيون للناس وفي زاكرة الموبايل لازم نتم بالحاجة اللي جوه قلوبنا لما تخرجوا مع بعض ولما تحتفلوا مع بعض وتعملوا ذكرات جميلة اعملوها عشان تعيشوا مع بعض السعادة وكل واحد فيكم يمزج سعادته بسعادة الآخرين ودي تاني مهارة يبقى طلع الطفل الطبيعي اللي جواك تاني حاجة امتزجوا مع بعض في الفرحة محدش يحاول يفرح التاني زي ما هو عايز افرحوا مع بعض وازاي نفرح مع بعض شوف الخط اللي هم فرحانين بيه وافرح معاهم خلوكوا خلوا الفرحة بكل ألوانكم ساعتها تبقى الفرحة فعلا بقت ذكر وساعت معاها تعيشوها وكل واحد فيه ليه مكان في قلب التاني مش لازم يكون ليه مكان في الصورة على الستوري بتاع الصفحته لازم يكون كل واحد فينا ليه مكان في قلب التاني وعشان كده لازم نحتفل فلازم نعيش الفرح الأول وبعدين نفكر ان احنا نوسقه هو انا قلت ان التوسيق وحش لا هتلاقوني انا بتكلم على حالات بنوسق فيها الأفراح بس اهم من توسيق الأفراح هو وسوق المعنى وصول المعنى ان المعنى يبقى موجود فينا وكل ما زادت تذكرات السعيدة كل ما اختلفت نظرتنا للمشكلات لان بيكون عندنا رصيد نعتمد عليه في التغاضي في الخلافات بيننا ونفهم بيه الخلافات والمشكلات تخيل اكتشفت ان بالدراسات اللي انا بعملها ودي مش بقول ريسيرش وممكن اهل مراكز الابحاث يشوفوا ده بس انا لاحست وده بتعتبرون طباع ملاحظة ورصد مني انا في الارشاد الزواجي لاحست حاجة غريبة جدا اختلاف وضعف وقلة المشكلات يتناسب هذه القلة مع زيادة الزكريات يعني كل ما زادت الزكريات كل ما قلت المشكلات وحجمها وقوتها قلت يبقى ليه؟ لان الناس الزكريات لها أثر عجيب في حسن الظن بالله فمحدش يقول ده قصد يزلني ولا قصد يعاكنني علي لا قول في الزكرة ان الواحد قصد يفرحني عارف الفرق؟ بين ان الواحد بقى قصد يفرحني فيعمل لي زكرة وان الواحد ما يهتمش بي فيعمل لي عكنانة وديق وعندنا حاجة مشعورة عند الستات لانهم معطفين بنسبة كبيرة من الرجال يعني في العموم في العموم فمنلاقي الزوجة عندها فكرة عملي ما هنسلك يوم ما فرحتين الفرحة الفلانية وفي نفس الوقت عملي ما هنسلك يوم ويوم اللي انت جرحتيني فيه ده انت عملت كذا وكذا وكذا لكن الزكريات الحسنة عند الستات بتفضل في حياته ايه وقت تفتكر ان هي بتنساها بس هي بتخاف ان الزكرة دي تبقى زكرة وراحت لكن لما تبقى على طول بتحطهم لك على بعض وتخلي البيت هو تقول كده الواحد ما بيرتحش اخر في بيته في كل حتة في البيت مليان بزكرة جميلة وتفضل الزكريات بتعيشنا حياة مختلفة عشان كده تعالوا نشوفوا الاجراءات اللي احنا هنعملها عشان تبقى زكرياتنا دايما جميلة تعالوا نعمل حاجة تعالوا نعمل حاجة اسمها ديوان الزكريات السعيدة كل ما يحصل لنا زكرة سعيدة نكتب سطر واحد بس كلنا نكتب سطر واحد ليه طيب لان ساعة ما نكتب الكلام اللي في قلبنا الصورة ما بتحكيش كل حاجة على فكرة اه صحيح الصورة بألف كلمة بس كمان حاولوا تصدقوا دايما بالكلمات ان كل ما يحصل حاجة كل واحد فينا يكتب هو قد ايه كان حاسس بالكلام ده ونكتبه ونعمل ديوان اسمه ديوان الزكريات السعيدة وديوان الاحداث الجميلة تاني حاجة لازم نبادر للفرح والاحتفال بأي موقف ممكن نعمله ونخلاقه وانا عندي طريقة لو مشيت ورايا والله العظيم وعملته كده اسأل مجرب اسأل مجرب اعمل كل يوم زكرة سعيدة يعني ايه حاصل النهاردة مثلا رجعت البيت بدري رجعت البيت بدري فيا جامعة الخير تعالوا نحتفل باننا رجعت بدري عارفين ليه تعالوا نسمي اليوم ده تيوم المحبة يوم ما انا رجعت بدري وساعدت وفرحت باننا شفتكم واعدت معاكم اكتر تعالوا نعمل كده والله ما نخسر حاجة ايه حاصل الله سبحانه وتعالى يحبنا ان احنا نفرح في عبادة اسمها عبادة صناعة الزكريات لاجل الدخول في عبادة الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعوه تالت حاجة تعالوا نتعلم التعبير عن السعادة والفرح والامتنان ونخليها عادة يومية نمتن البعض كل يوم وما نتوقفش عندها اخر حاجة خليك كل يوم تحاول بقدر الامكان تخصص دعوة لحد من اهل بيتك وتخصص دعوة لزوجك ايه؟ ندعي البعض ونقول اللهم اني اسألك ان تجعل هذا اليوم الذي فيه رأيت السعادة من زوجي رأيت السعادة من زوجتي تجعله في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتي وادم علينا فرحنا يا رب العالمي كده ممكن نعيش نصنع الزكريات حياتنا ان شاء الله إيه اللي هيقول لي ان انت بتحمل الحياة وردية ما أنا ورداني إيه اللي منع عن الحياة بقى وردية إيه اللي منع عن الحياة بقى سعيدة انت مش عايز ما تزعلش بعد كده انت مش عايز تمدي ايديك وتاخد نعمة ربنا انت حر بس الحياة فيها خير كتير ليه لازم نروح للخير لما الحياة تتهدم وتتهدف قلوبنا طيب منمدي ايدينا ونحق قلوبنا وربنا مليها بالنور والبركة والمودة والرحمة وما حدش يقول أنا خايف ملاقيش إلا هيزرع عيلاقي لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله